لمناقشة أيضا هذه التطورات ينضم إلي الكاتب الصحفي عادل درويش من لندن أهلا بك سيد عادل في وقت المفاوضات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي من دون أي نتائج يعني هم بالجولة الثامنة الآن بريطانيا تعتزم تقديم مشروع قانون لتغيير الاتفاق المبرم العام الماضي ما هي أسباب الحكومة البريطانية؟ هو ليس تغيير الاتفاق العام الماضي هذا مشروع القانون هو پوليس التأمين هو پوليس التأمين في حاجة عدم الخروج بلا اتفاق أو في حاجة عدم التوصل إلى اتفاق السبب في هذا أن كبير المفاوضين ميشيل بارنيير وجه تهديدا الأسبوع الماضي تهديد مقنع بأن الاتحاد الأوروبي قد يلقى إلى استخدام قوانين الاتحاد الأوروبي لإعادة توصيف السلع القادمة من أيرلندا الشمالية وبالتالي يفسد هذه السلع في حالة خاصة السلع الزراعية والاستهلاكية القادمة من الشمال أيرلندا إلى جنوب أيرلندا كان هناك ما يسمى بقانون توصيف السلع هذا القانون أوقف عندما اتحقنا بالاتحاد الأوروبي فلا يوجد قانون الآن لتوصيف السلع فهذا القانون لتوصيف السلع والصدرات في حالة عدم التواصل ردا على التهديد الذي لوح به ميشيل بارنيير هذا هو السبب الأساسي في تقديم هذا القانون حسب المدة 38 من اتفاقية الخروج يمكن لأي من الطرفين إعادة تفسير المأبلود المبأمة في الاتفاقية وهذا ما فعلت بريطانيا لكن سيد عادل عندما يتم الحديث على أن مشروع القانون هذا هو انتهاك للقانون الدولي يعني التعديل على الاتفاق هو انتهاك للقانون الدولي فكيف تتعامل اليوم الحكومة البريطانية إلى أي مدى سيمكن بالفعل تمرير هذا المشروع بالبرلمان أولا كما قلت لا يوجد تعديل على الاتفاقية في حالة عدم التواصل الاتفاق لأن الاتفاق مع اتحاد الأوروبي كانت يطرح مثل الاتفاق الذي وقعته مع كندا ومع أستراليا ولم تطالب الوروبي لم يطالب كندا أو أستراليا بأن ينفذ كندا قولي الاتحاد الأوروبي مثلا كندا موقع على اتفاقية عدم تقنين المقدرات لكنها قننت استخدام الحشيش وقال يتفاقية دولية مثلا فهناك سوابق بهذا التعديل في مسألة كيف يمرر هذا في البرلمان سيكون هناك تعديلات على الصيغة اللغوية ولا تنسي أن هناك أكثر من 84 أغلبية لأن الحكومة تستطيع أن تمرر أي قانون هي المشكلة أن الاتحاد الأوروبي لا يفاوض بنية سليمة لأنهم يفاوضونها سيئة لأنه كان يجب تغيير المفاوض ميشيل برنيا وفريقه لأنه لم يكنوا يتفاوضوا قصرا على التواصل والانتفاق ويكونوا يتفاوضون على منع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي الآن تغير الآن وبريطانيا ستغرب منها لتعاد الأوروبي سيد عادل بعدما عربت الحكومة البريطانية نيتها باتخاذ هكذا إجراء هل هذا سيؤدي ربما إلى انفراجة بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أم أنه سيزيد من الأمر تعقيدا خلال المفاوضات الاتحاد الأوروبي مثل ما قلت كان يفاوض في البداية على منع بريطانيا من الخروج مراهنة على أن القوة الداخلية ما أسميهم البقائيين ريمينجي وريدون تعقيلها هذا فات الأوان لها ومثلما أصبحت الاتحاد الأوروبي يفاوض الآن على أن يضع بريطانيا في مواقف تضطر معه إلى تمديد الفترة الانتقالية هذا هي اللعبة التي لعبت للأتحاد الأوروبي فحكومة بوريس جونسون قالت أن يوم خمسة سورة تتبر هو الحد الفاصل إذا ما تعصنا عشر اتفاق سنخرج إلى اتفاق هذا هو الوضع الموجود الآن إما هو الاتحاد الأوروبي أو تكون على اتفاقيات التجارة العالمية إذا فرض الاتحاد الأوروبي على السلع البريطانية 20% من الضراءة بالجمهوركية بريطانيا استفرض 21% من الضراءة بالجمهوركية هذا لا ينسى يكون في مصلحة أحد لكن إذا اخترت الاتحاد الأوروبي هذا الوضع فالشعب البريطاني صوت لهذا ويطلق لحكومته وفريس وزراءه بوريس جونسون شكرا جزيلا لك الصحفي الكاتب الصحفي عادل درويش كنت معنا من لندن عبر خدمة سكايب ترجمة نانسي قنقر